موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج حقيقة الأمراض طبعا ارتأينا أن نسجل حلقة حول الحساسية الموسمية حساسية الخريف يعني دائما لما تتغير الحرارة لما يتغير الجو طبعا تكون هناك تقلبات جوية يكون هناك حساسية وهذه الحساسية الموسم المعروفة في فصل الخريف معروفة جدا كثير من الأشخاص يأخذون حقنا وكثير من الأشخاص الآن يستعدون لها كما أن هناك حساسية الإزهار حساسية البولين يمكن تكون في شهر 2 و 3 يعني لما تبدأ شجرة الزيتون تزهر تظهر حساسية الإزهار في هذا الموسم فنتكلم عنها إن شاء الله قبل موسم سنتكلم عن إن شاء الله في شهر 1 أو 2 لنعلم الناس كيف يتعاملون معها لكي لا يكون هناك حالات خطيرة جدا كأن أشخاص الذين يلزمون الفراش وكأن أشخاص يأخذون عقاقر وكورتيزون يعني بالحقنا إلى خير فحساسية هذه أولا المتضررون هنا يكون الأعمار الكبيرة يعني لهذه المسنين وكذلك الأطفال الصغر الأطفال الصغر الآن يتعرضون لهذه الحساسية الموسمية إما سيلان في الأنف يعني غالي بنكون سانية وحتى اختناق كأن أطفال اختناق كأن أطفال الآن لا يتنفذون جيد في الليل كأن أطفال عندهم ألم الرأس كأن أطفال يعني كي يظهر عليه حساسية يعني هذا الحمرار العينين ألم الرأس المقدمة سيلان الأنف كأن الداخل يعني تآكل الداخل في الحنجرة كأن تضيق في التنفس كأن حتى صفير على مستوى الجهاز التنفسي العلوي إلى آخر فعليم مع الأسف يعني كل الناس يعمدون يعني 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 يلجأون إلى استعمال العقاقر لهذه المضادة للحساسية لمنها عليهم أغلبها وكورتيزونات ويعني الحالات الشادة الحالات الخطيرة طبعا لا يمكن الناس لا يستعملوا هذه الأشياء وإلا سيكون هناك يعني أشياء خطيرة لأنها كانت حالات لوصلة الوفاية يعني وصلة للموت لكن نحن نعلم الناس أن هذه الحساسية على الأقل نظام الغذائي فيما يخص التغذية على الأقل الناس يتجنبوا الأشياء المسببة للحساسية كذلك لأن إذا اجتمعت الألرجينات التي تأتي من تغذية مع الألرجينات الآتية من طبيعة الغبار والرطوبة وأشياء هكذا يعني حتى كثير من الآن من هذا الروائح الآن حتى الأول مطر لما يسقط المطر على الأرض تظهر رائحة التراب رائحة الأرض ثم تقلب الرياح يعني تكون آتية مثلا من مثلا من الجنوب وترجع يعني من الغرب وتأتي من الشرق فعني تقلب الرياح مع غبار الآن مع الأشياء هذه بعض النفايات مثلا مثل ريش الدجاج مثل أشياء هكذا فهذه طبعا لما تصيب الأطفال الأنوف هذه ديالهم فتحدث حساسية على هذا المستوى حساسية هذا الموسم أو حساسية الخريف معروفة جدا ولكن بالنسبة للأطفال والمسنين أن يتجنبوا على الأقل الأشياء التي تزيد في الحساسية لأن هذه الحساسية حساسية الموسم ولكن هناك مغديات يعني بعض المواد الغذائية التي تزيد فيها كذلك لمنها مشتقة الحليب يعني مشتقة الحليب لمنها الضيض لمنها كذلك بعض فواكه مثل الفواكه الجافة مثل اللوز والجوز مثل الفرولة الفرولة يعني ليس موسم الفرولة الآن كثير من هذه من الأشياء التي يجب أن يتجنبها يعني هذو الأطفال وهذه الأمهات وأخطر شيء يعني الذي يجب على الأمهات أن ينتبهنا له هو جميع المواد الصناعية جميع المواد الصناعية ممنوعة للأطفال اللي عندهم مواد الحساسية مشروبات الغازية والبسكويتات والقشتات والحلويات والمسائل هذه اللي فيها جميع المواد الصناعية المواد التي تحتوي على البنزوات والصوربات والمواد التي تحتوي على يعني مكونات الكبريت أو معقمة بالكبريت والمواد التي تحتوي على ملوينات مثل التارترازين والمواد التي تحتوي على الملح الصيني المونسوديومكليطاميت فهذه المواد ممنوعة منعاً كلياً على الأطفال اللي عندهم الحساسية في هذا الفصل من الأحسن يعني أن نساء يتجنبن هذه يعني حتى بعد اللحوم السريعة لأن المشكلة في الأعلاف لأن هناك أعلاف ربما يكون فيها بعض المكونات التي المشكلة ليس في اللحوم ولا في الحليب مشكلة في الأعلاف لأن هذه الأعلاف ربما تأتي أشياء منها لأنها طبعاً كل الأشياء التي توجد فيما يأكله الحيوان يوجد في الحليب وفي اللحوم وفي البيض عند الدجاج فمن الأحسن يعني حتى هذه الأطفال هذو يتجنبوا لهم كثرة اللحوم من الأحسن أن يتجنبوا اللحوم السريعة من الأحسن يعني الناس تساعد الأطفال في هذا الموسم إن شاء الله من اللي يخرج الموسم ويكون الطفل جيد يعني بصحة جيدة نحن لا نتكلم معهم يعني نعطينا صائع الناس اللي عندهم مشكل يعني صحي حتى الكبار الآن كنين الكبار اللي عندهم حقنا سنوية يأخذونها يعني هم يأخذون حقنا ضد الحساسية ولكن لا يبالون بالأشياء التي تسبب الحساسية حتى المواد التنظيف الآن يجب أن يقلل النساء منها مواد التنظيف كذلك التي تعطي رائح حتى مبيدات الحشرات داخل المنازل حتى السباغات التي تعطي بعض الروائح داخل المنزل حتى الأشياء البلاستيكية التي يعني تنبعت منها روائح رائحة البلاستيكية يعرفوا عن ناس بأنها رائحة خطيرة جدا هذه وهذه الأشياء ثم الغبار داخل المنازل لأن الآن حتى تنظيف المنزل يجب أن ينظفها يومياً ومع ذلك فهناك الآن غبار يدخل المنازل حتى في المدن هذه المسائلة يجب أن ينتبه الناس بعد هذه الأشياء ثم طبعاً إلى حالة استدعت الدواء الإنسان غد يأخذ دواء لأن الله غلب إذا استدعت الحالة دواء يجب أن يأخذ الدواء لأن في الدار البيضاء حالات يعني وصلت للمستعجلات توفات وعني نسأل الله سبحانه وتعالى اللطفنا نريد أن نصل إلى هذه الحالة وهناك شيء حدرت منه تقريباً هذه خمس سنوات هنا أحذر من شيء بالنسبة للأطفال يقدر يكون شيء خطير ومميت الحلزون يعني هذا اللي كنسمه بببوش بالدارجة الحلزون سنيلز إن إنجليش والبزاق عليهم دول الشرقية تكلمونها عن البزاق لكن نحن نقول الحلزون في الدول المغاربية نقول الحلزون فهذا الريسيس كارغو الحلزون هذا الببوش الحلزون ممنوع على الأطفال لعدهم الحساسية ممنوع على الأشخاص لعدهم حساسية ممنوع حتى زيوت المائدة من الأحسن أن يتفادى النساء تفادى زيوت المائدة إذا كان عند طفل عنده حساسية وأن تطبخ بزيت الزيتون وأن تستعمل زيت الزيتون لهذا الطفل فأولاً العامل الغذائي وكيفية طهو والعامل يعني الشروط التي يعيش فيها الطفل داخل المنزل من هذا الروائح كي بعض المحالي التي تستعملها النساء مثلاً مثل هذا المحلول لإزالة صباغة الأضافر مثل بعد صباغة الشعر مثل الأشياء التي تنظف بالجاف يعني جميع الألبسة التي تنظف بالجاف ممنوعة على الطفل يلبسها مباشرة يجب أن تبقى خارج البيت تتصرح تكون مطوية لازم تتصرح وتبقى خارج البيت لوقت ثم قبل ما يلبسها طفل لأن هذه الغازات التي يتم تنظيف بها تنظيف الملابس هي تحديد كذلك أشياء عند الطفل ثم حتى ملمع الأحدية يجب أن لا يكون داخل المنزل يجب أن يكون خارج المنزل في بلكونة ولا فوق السطوح ولا في أي مكان يجب أن يكون ملمع الأحدية يجب أن يكون خارج هذه السطوح ثم مواد التطهير والتنظيف داخل المنزل هذه الروائح كذلك يجب أن يكون المنزل مهوى أن تفتح النوافذ وأن تتم تهوية هذه المنازل بالنسبة للناس اللي ساكن في العمارات ولا اللي ساكن في اكتضاد بعض الأحياء الشعبية وما إلى ذلك يجب على الأقل أن يكون هناك تهوية المنزل أثناء النهار ونشير واحد الوقت ساعة ساعتين إن شاء الله تفتح النوافذ تتم تهوية المنزل وفي الليل يجب أن تنتبه النساء للغطاء لأن بعض الأطفال كيرمية والغطاء في الليل ثم يكون عندهم تشنج يكون عندهم مشكل للتهاب اللوزتين ويحدث عنه زكام يعني الطفل يسام بزكام ثم هنا يكون مشكل يعني حساسية زائد زكام زائد أشياء أخرى الطفل الذي عنده يعني ثلاثة وأربعة أمران فحتى الكبار يعني لا أنا أتكلم عن الأطفال لماذا؟ لأن هذه الحساسية تكون نسبة كبيرة عند الأطفال ولكن حتى الناس الكبار حتى الكبار عندهم حساسية نساء ورجال تكون عندهم هذه الحساسية في هذا الموسم هذا وكين الناس يعني يشتكون كثيرا على مستوى المدن فكين مدن ساحلية مثلا كقع فيها هذه المشكلة مدن داخلية قليلة جدا نرغم أن بعد المدن الداخلية كذلك فيها حساسية يعني أن علينا على مستوى الشريط الممتد يعني من طانجة تقريبا حتى حتى العيون عليين من أقادير جنوب المغرب ما فيش حساسية بكثرة رطوبات البحر شوية ولكن ما فيش حساسية بكثرة ولكن يعني من طانجة تقريبا حتى الجديدة حتى الأسفي أسفي داخلها في المنطقة الحساسية بالرطوبة البحر وبكذلك بالغبار من أسفي فيها معامل فهذه المسائل الناس ينتابهوا الموقع الذي يسكنوننا فيه وش ما مجاورينش مع يعني هذا يعني رمي النفايات وش ما مجاورينش مع ما أماكين يحرقون فيها البلاستيك فيها دخان ولا أشياء هكذا ما مجاورينش مع بعض المعامل التي يعني تنبعيت منها بعض الغازات ولا بعض الروائح ما يكون الناس يردوا البال لأنها حساسية يعني إذا الناس بقوا مع الدواء فقط فربما لا يكفي ولكن يجب تغيير الشروط ثم النظام الغذائي للطفل ثم الأذوية طبعا كما قلت إلى الطفل عنده حالة يعني شاد لابد من الدواء لابد من هذا الكورتيزون ولا أشياء أخرى عليهم هونتي استامينيك ولا حاجة لابد ما عليهم غذي الطفل لابد ما يتناولوا ولكن الناس ما كين تابهوش يعني المحيط الذي يعيش هنا فيه أس كي يبقى عيش وسط المسببات الحساسية ثم يقول أنه يجب أن أعالج من الحساسية لا يمكن هناك الأشياء التي تسبب الحساسية يجب قطع الأشياء التي تسبب الحساسية ثم تناول الدواء إذا أم كالحال نحن لسنا هذا ولكن هذا الإنسان من البداية ويفهم هذا المرض حقيقة المرض هناك مسببات يعني هذه الأشياء هذه فربما يكون في غالب الأحيان ربما يكون أشياء بسيطة لا تنتبه إليها المرأة وهي تسبب لأن الحساسية ليس بالضرورة يكون كمية كبيرة يكون آتار يعني مكون يسبب الحساسية يكون على شكل آتار ممكن يسبب الحساسية للطفل وممكن يسبب يعني كاريتها ليس حساسية ولذلك يجب النساء حتى اللوعب الأطفال اللوعب الأطفال السرير ديال الطفل الغيطة الطفل وحتى هذه المحفظة اللي فيها الكتب اللي فيها الأدوات الحمد لله داخل الغرفة هذا الأطفال اللي عندهم سرير مزدوج يعني طفل تحت وطفل فوق يعني عندهم واحد فوق واحد يعني هذه سرير فوق سرير فدائما طفل اللي في السرير الفوق هو اللي يكون عنده المشكل طفل اللي ينام في السرير تحت لا ما عنده مشكلة لأن الروائح تصعد يعني هذا الروائح خفيفة وغازات خفيفة هي تصعد والطفل هذا اللي ينام على السرير الفقاني والذي يكون عنده مشكل غالبا طفل كي ينام فوق هو اللي عنده مشكل دائما ليس في الحساسية إنما جميع الأمراض فالانتباه كذلك صباغة هذا الخشب الموجود في المنزل صباغة جدران داخل المنزل هذه المسائل التي تنظف بها المسائل التي تتم الطبخ بها بعدما نجد غازات تسرب غاز مثلا من بيت النظافة أو من المطبخ تسرب غاز يكون طفل صغير في السن عنده ثلاث سنوات أربع سنوات يعني كمية بسيطة من هذه الغازات ربما يتم اختناق هذا الطفل يكون عنده ألم رأس ولا عنده أشياء هكذا لأن حساسيات ليس حساسية واحدة هناك أعراض كثيرة من الحساسيات هناك ألم رأس هناك السيالة الأنف هناك الحنجرة هناك مرار العينين هناك الوجه تظهر على الوجه هناك الأعليل من اختناق هناك أشياء تصفير عدم تنفوس إلى خير فهناك لاحة طويلة حساسيات وليس حساسية فعلى الأقل شوف تنتابه الآب والأم أنا أقول الأمهات لأن الأمهات هم عليك يكونوا أغلب الأوقات مع الطفل ولكن الآباء كذلك عنده مسؤولية فالآباء يعني الآب والأم ينتابه يجب أن ينتابهوا للأشياء التي تحدث التي يلمسها الطفل أو يشمها أو يأكلها أو ينام فوقها أو يتغطب يعني التي يتصل بها تحديث له حساسية هذا مهم جدا لأننا نحن نتكلم عن حقيقة المرض المرض لا يمكن أن يسقط من السماء هكذا وما عندنا نحن أطفال ردع الآن أطفال ردع عندهم حساسية يعني أنا نتكلم عن حساسية الجلد سنعود إلى حساسية الجهاز تنفسي فقط حساسية الجلد وحساسية أخرى هذه يعني الحساسية الداخلية للأمعاء إلى خير حساسية يعني المشتقة الحليب وحساسية الجلوتين وحساسية الأشياء أخرى هذه ربما نتكلم عنها يعني لوحدها لما نصل إلى مثلا الأشخاص الذين لا يقدرون على الحليب الأشخاص الذين لا يقدرون على الجلوتين أشخاص الذين لا يقدرون على استهلاك زيت الزيتون لكن أشخاص لا يقدرون على استهلاك العسل هكذا عندهم حساسية داخلية فهذه الأشياء يعني لكن هنا الآن مع حساسية موسمية حساسية الفصل حساسية الخريف فالناس ينتابهوا لأن مع الأمطار الأولى كل شيء يعني يصبح مع الصباح في المستعجلات يمكن بعض الأشياء بسيطة لناس يستعينوا بها يستعينوا بها فقط أما إنسان الأمراض لا يمشأ يعني سيدهب إلى المستشف في جميع الأحوال ولكن هذه الأشياء يجب أن ينتبهوا لكي نحذب ملكينا يعني نشخص المرض في محليه وليس في العياذة يجب أن يشخص المرض في المحيط الذي يعيش فيه هذا الطفل أو هذا الشخص يعني النساء الآن عندهم مشكل كبير حساسية للآن النساء اختنقنا في الليل يعني ودائما حالة الاختناق تتم مع وسط الليل مع الثانية عشرة أو الواحدة صباح فهذا الوقت إذا وقع مشكل فالمرأة أو الرجل أو الطفل كذا يشرب ماء دافئ يشرب كوب كبير من ماء دافئ في هذا الفترة إن هذا الماء شوية يساعد على يعني تحمل هذا الاختناق أو عدم التنفس أو يعني إنسان حالة حرجة طبعا يكون الحساسية يكون الجسم في حالة حرجة وليس بالسهل فيعني نتمنى إن شاء الله أن يكون هذه المعلومات يعني تساعد ناس على تجاوز حساسية هذا الموسم إن شاء الله كم أشياء التي تساعد كذلك على هذه الحساسية هو يعني هذه المأكولات التي ليس فيها ألرجينات لا تحديد حساسية ولا شيء هي مأكولات يعني معروفة من الأحسان يتجنبوا حتى الأطفال اللي عندهم مشكلة مع غلون مع القمح ولا مع الحالي يتجنبوا يعني إلكن شافوا بأن حالتهم تزداد سوء يتجنبوهم مع المشكلة كان علينا الأكل موجود في المغرب ما عندنا شي مشكلة إن شاء الله ثم من الأحسن النساء أن المواد الصناعية المواد المعلبة المواد الصناعية أقولوها مرتين الأطفال اللي عندهم حساسية وحتى الناس الكبار اللي عندهم حساسيةifies منوع حتى يعني يحس الشخص بأنه جيد أما أثناء الأزمة لما يكون الشخص في أزمة حدى يعني فهي يجيب أن لا يقرب هذه الأشياء يعني ونتكلمنا على هذه الأحياء إن شاء الله نتمنى يعني إن شاء الله أن يتبع الناس هذه النصائح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة